السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بمتابعين قناة الدكتور للمواد العربية في الفيديو ده هنتكلم مع بعض عن مدرسة المحافظين خلينا فكرك الأول قلنا يعني إيه مدرسة شعرية قلنا دول مجموعة من الشعراء ليهم طريقة معينة في نظم الشعر يعني في كتابة الشعر المجموعة من الشعراء دول بنقول عليهم مدرسة شعرية وإن يا جماعة ما نقصدش بالمدرسة الشعرية يعني مدرسة وفصول ومدرسين وطلاب والكلام ده لا المدرسة الشعرية مجموعة من الشعراء ليهم طريقة معينة في نظم يعني كتابة الشعر كنا تكلمنا في الفيديو اللي فات عن أول مدرسة معانا كان اسمها مدرسة الإحياء والبعث وقلنا مين يا جماعة اللي كان مؤسسها شاعر المشهور الكبير محمود سامي البارودي النهاردة بقى هنتكلم بالتفصيل عن تاني مدرسة معانا وهي مدرسة المحافظين طبعا زي ما انتم عارفين الملف اللي انا بشرح منه تقدروا ان انتم تحملوه هتلاقوا الرابط موجود في أول تعليق تعالوا نبدأ زي ما احنا متعودين ايه العناصر اللي هنتكلم عنها خلال الدرس اللي معانا هنتكلم في مدرسة المحافظين عن أربعة عناصر أول عنصر هنقول من هم أشهر شعراء مدرسة المحافظين وكمان هنقول ليه سمينا المدرسة دي باسم مدرسة المحافظين تاني عنصر هنتكلم عليه طب ايه هي خصائص مدرسة المحافظين يعني ايه طريقة كتابتهم للشعر تالت عنصر هنتكلم عليه ايه هي الأغراض الشعرية اللي استحدثوها يعني عملوها جديد في الشعر رابع عنصر معانا ايه هي المآخذ على مدرسة المحافظين يعني ايه هي العيوب اللي المدرسة التانية أخدتها على مدرسة المحافظين تعالوا بقى مع بعض نتكلم عن أول عنصر معانا بالتفصيل لهو أشهر شعراء مدرسة المحافظين وسبب تسمية المدرسة بذلك في مقدمة كده في الأول مش مهمة أوي بيقولك ممكن تجي في اختر بس يعني ان محمود سامي البرودي فضل هو رائد لمدرسة الاحياء والبعث قرابة نصف قرن وخلي بالك اي حاجة هتطلق عليها كده بالأصفر يبقى معناه ان ممكن تجي اختر يعني ممكن يجي وقول لمحمود سامي البرودي ظل رائد لمدرسة الاحياء والبعث قرابة قرن نصف قرن عشرين سنة تلاتين سنة لا قرابة نصف قرن يعني خمسين سنة من الزمن لعند الحمد لله لما مجهود محمود سامي البرودي بدأ يثمر وبات للشعر الرصين شعراء يتبارون في ميدانه يعني بدأ فيه شعراء جداد يظهروا ليهم قوة وبيعرف يقولوا شعر بطريقة كويسة بدأ ده على درب التأثر بعصور الازدهار الأدبي أشهر بقى شعراء العصر الحديث دول النقاد أطلقوا عليهم اسم وهو اسم مدرسة المحافظين يبقى ده مرضو ممكن نجيلك سؤال اختر يجي يقولك أشهر شعراء الأدب الحديث أطلق عليهم النقاد اسم إيه يجيب لك بقى كذا اسم هو الاسم صح مدرسة المحافظين يبقى ده مقدمة كده نيجي بقى للسؤال اللي ممكن نجيلك في الامتحان يجي يقولك طب يذكر لي بقى خمسة من شعراء مدرسة المحافظين احنا عندنا يا جماعة 12 اسم في الاول كده انت بقى المفروض تحفظ منهم على الاقل 5 اسماء طب واحد يقول لي طب ليش معنى لان هو ممكن يجي يقول لك زي معنا في السؤال اذكر 5 يبقى انت تحفظ من الخمسة من ال 12 خمسة طب واحد يقول لي لا انا بحب الحفظ وبعرف احفظ احفظ 12 كلهم اه يبقى انت كده كويس او يبقى الاساس ان انت تحفظ 12 اسم هو لو جالك مش يجي يقول لك اذكر ال 12 كلهم على الاقل هيقول لك اذكر 5 عندنا زي اسماعيل صبري وعائشة تيمورية وطبعا اشهر واحد اكيد طبعا كلنا عارفينه امير الشعراء احمد شوقي وشاعر النيل اكيد برضو كلنا عارفينه حافظ ابراهيم وواحد اسمه ولي الدين يكن ومحمد عبد المطلب واحمد محرم من مصر على علمي في قصيدة ليه اسمها رحلة عابسة وعندنا محمد رضا الشبيبي وعبد المحسن الكاظمي وجميل صدقي الزهاوي ومعروف الرصافي ده من العراق وشاكيب ارسلان ده من سوريا 13 غيرهم من شعراء جيلهم بالبلاد العربية المختلفة المهم يا جماعة تحفظ لي منهم خمسة وتعرف لي اي حاجة باللصفة ممكن تجي اختر احمد محرم من مصر معروف الرصاف من مين من العراق شاكيب ارسلان من مين من سوريا بقول لي ال 12 دول بقى فيه اجيال جوم بعدهم من زي مين عندنا علي الجارم ومحمد الاسمر واحد اسمه عزيز اباضة واحد اسمه محمود غنيم وغيرهم المهم ان انت تحفظ لي من ال 12 دول خمسة كده الحمد لله احنا عرفنا مع بعض مين اشهر شعراء مدرسة المحافظين عاوزين بقى نعرف ليه سمينا مدرسة المحافظين بهذا الاسم وهنا بقى السؤال هجي يقول لك ما سبب تسميتها بهذا الاسم هتقوله لان شعراء هذه المدرسة حافظوا عشان كده سميناهم المحافظين على نهج الشعر العربي القديم في بناء القصيدة ومن هنا هجي لك السؤال طب ايه هو شكل او ايه هو نهج الشعر العربي القديم اللي حافظوا عليه علشان نسميهم مدرسة المحافظين وده بقى ينقلنا للعنصر التاني معانا علشان نعرف ايه هو نهج الشعر العربي القديم اللي حافظوا عليه اللي هو ابرز خصائص مدرسة المحافظين وهنا بقى السؤال هجي يقول لك والسؤال ده بيتكرر في الامتحانات فركز له عليه اوي هيجي يقول لمدرسة المحافظين خصائص تميزت بها اذكرها وخصائص مدرسة المحافظين دي يا جماعة هي نهج الشعر العربي القديم عندنا أول حاجة تقيدوا بالبحور الشعرية المعروفة والتزموا القافية الواحدة من كل قصيدة يعني يا جماعة احنا عندنا في علم اسمه علم العروض والقافية ده أدبي بياخدوا عنه فكرة بسيطة كده في تانية سنة ولكن هو علم كبير جدا هم بقى مدرسة المحافظين التزموا بالبحور الشعرية دي انت بقى مش عليك تعرف ايه هي البحور الشعرية تعرف بس ان هم تقيدوا يعني التزموا بالبحور الشعرية المعروفة والتزموا بالقافية يعني يبقى اخر الابيات حرف الميم ميم ميم او ته 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 او قاف 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 يعني دي اسمها ايه قافية يبقى نفس الحرف في اخر كل بيه تاني حاجة أو تاني خاصية معنا في مدرسة المحافظين حفظوا عليها تابعوا خطى الشعراء القدامى فيما نظموه من الأغراض الشعرية فنظموا مثلهم أو حفظوا على برضو أو نظموا زيهم يعني ما معنى أنه نظموا زيهم يعني حفظوا على الأغراض الشعرية اللي كانوا بقولوهم أيام زمان اللي هو المديح والرثاء والغزل والوصف يبقى ده تاني حاجة معنا يبقى أول حاجة تقيدوا تاني كلمة معنا تابعوا يبقى أول كلمة دي أهم حاجة تحفظها علشان هي اللي هتفكرك بباقي الجملة ثالث حاجة جار المحافظون بس في بعض قصائدهم يعني مش كل القصائد طريقة الشعر العربي القديم إزاي يعني؟ يعني الناس الأدامى اللي هم الشعراء القدامى كانوا بيفتتحوا القصيدة بحاجة معينة بعدين يمشوا بطريقة معينة هم عملوا زيهم جاروهم يعني عملوا زيهم إزاي يعني؟ اهو افتتاح القصيدة بالغزل التقليدي يعد يتغزل في حبيب تولي حاجة هو ممكن ما يكونش بحبة أصلا ولكن هو ده ده حاجة بيمشوا عليه ثاني حاجة البكاء على الأطلال ثالث حاجة ثم الانتقال إلى الأغراض التقليدية نفسها من مدح أو رثاء ونحوهما يبقى جمعهم من خلال الخصائص بدأنا أن احنا فعلا بدأوا يحفظوا على نهج الشرع العربي القديم أنت لو بصيت في الشرع العربي القديم هتلاقيهم برضو تقيدوا بالبحر الشعرية هتلاقيهم برضو عملوا في المدح والرثاء هتلاقيهم برضو افتتحوا القصيدة زي ما افتتحوها الشعراء العربي القديم وكمان في حاجة اسمها استهلال القصيدة بمخاطبة الصاحب إزاي يعني؟ يعني تلاقيه مثلا هو بيكلم واحد مش موجود أصلا ولكن ده نهج في الشعر يعني هم مشوا عليه زي الناس القدام رابح حاجة معانا الالتزام بنهج القدماء في استعمال الألفاظ الجزلة الرصينة فجاءت بعضها غريبة على عصرهم يعني يا جماعة احنا مع الوقت بتلاقي الألفاظ بدأت تبقى ركيكة يعني ما عدناش بنستخدم الألفاظ العربية الفصيحة يعني مثلا تلاقيه مثلا واحد بيقول له بدأ وينادى عليك ويقول لك ياسطة هو ياسطة ديه كانت موجودة في اللغة الفصحة لا احنا من خلال مع الوقت بيبدأ اللي سنة يتقل ما بنقدرش نقول لألفاظ الجزلة فنبدأ بقى نستخدم الألفاظ السوقية هم بقى لا استعملوا الألفاظ الجزلة الرصينة بدأوا يستعملوا لغة عربية فصحة جزلة ورصينة فجاءت بعضها غريبة على عصرين هي مش غريبة ولا حاجة هو اللي الناس بدأت لغتها ان هي تبقى ركيكة تبقى يعني لغة أي كلام كده وكمان ومناجات مخاطب متخيل يعني تلاقيه بيكلم واحد مش موجود أصل زي بعض افتدحيات شوقي احمد شوقي لبعض القصائد افتتح بالحاجات دي بقول قم ناجي جلقة يعني هو من اللي يقوم يا احمد يا شوقي مش عارفين هو بيخطب واحد متخيل هو بقول قم ناجي مين يعني اللي يقوم ما نعرفش او برضو في قصيدة تانية ليه والقوم حي هذه النيراتي برضو من اللي يقوم برضو ما نعرفش مدامه خاطب متخيل ونفس الكلام في الباقي قم في فم الدنيا قم نادي انقرة قف نادي اهرام الجلال ايو يعني من اللي يقف برضو مدامه خاطب متخيل اوقف بالممالك وانظر دولة المال او اذار اقبل قم بنا يا صاح اذار ده اسم شهر بقوله يا اذار اقبل يعني يبقى جماعة السؤال ده مهم جدا ان لو يجي يقولك لمدرسة المحافظين خصائص تميزت بها ذكرها يبقى تقوله الاربع خصائص دول مهمين جدا تحفظهم زي اسمه بعد كده عندنا سؤال برضو في العنصر التاني يجي يقولك وده سؤال برضو مهم جدا هتستفيد برضو منه في النصوص لما تجي تذكر نصوص هتلاقي السؤال ده قبلك برضو عندنا في الادب وفي النصوص يجي يقولك ما المقصود بالمعارضة اذكر مثالا لذلك المعارضة بقوله الاتيان بقصائد مماثلة وزنا وقافية او موضوعا لقصائد اخرى ازاي يعني ده رابلي مثال قال لي شفت انت قصيدة نهج البردة واحد يقوله اه عرفها دعالينا في المنهج حلوة اوي اللي هي بتاعت مين احمد شوقي بقوله اساسا القصيدة دي مش من اختراع احمد شوق ازاي يعني قال لي ده في واحد اسمه الامام البصيري كان عامل قصيدة اسمها البردة عاملي احمد شوقي او الشعر احمد شوقي عندنا دلوقتي الامام البصيري كان عامل قصيدة بوزن وقافية معينة احمد شوقي بقا جه قرأ القصيدة دي وعمل قصيدة زيها شبهها ولكن الكلمات مختلفة ولكن شبهها في ايه في الوزن وفي القافية يعني اخر حرف في بردة الامام البصيري زي اخر حرف في نهج البردة الاوزان اللي استعملها الامام البصيري في قصيدة البردة هي نفس الاوزان اللي استعملها احمد شوقي في قصيدة نهج البردة يبقى السؤال ده مهم جدا جماعة في الادب وفي النصوص ايه هي المعارضة اننا اأتي بقصائد مماثلة في الوزن والقافية والموضوع واحد يقول لي وزنه قفية في منها موضوع ازاي قال لي ما هي البردة كانت في مدح النبي صلى الله عليه وسلم ونهج البردة بارضه في مدح النبي صلى الله عليه وسلم يب أحمد شوقي عمل نفس جاب قصدته ليه نهج البردة بنفس الوزن وبنفس القافية وبنفس الموضوع اللي هو مدح النبي صلى الله عليه وسلم لقصائد أخرى وعندنا المثال بتاع نهج البردة على بردة الإمام البصير تعالوا بقى نتكلم عن ثالث عنصر معانا بيقول لي طب انت دلوقتي بتقول ان شعراء مدرسة المحافظين حافظوا على نهج الشعر العربي القديم يعني الف نفس الاغراض طب هل استحدثوا اغراض تانية اكيد طبعا استحدثوا اغراض تانية احنا بقى هنتكلم عن الاغراض اللي استحدثوها ومن هنا يأتي السؤال وبيجي برضو في الامتحانات سين امتحان يعني سؤال امتحان بيقول لك ما الاغراض الشعرية التي استحدثها مدرسة المحافظين عندنا تلات اغراض شعرية استحدثوا اول حاجة الشعر الوطني يعني يعد يمدح في الوطن بتاعه مثلا هو من مصر يمدح في مصر لو هو من سوريا يمدح في سوريا لو هو من العراق يمدح في العراق وهكذا تاني حاجة الشعر الاجتماعي يتكلم بقى عن طبقات المجتمع وعن المشكلات الاجتماعية تالت حاجة استحدثوها الشعر التمثيلي المسرح ازاي يعني فيه على ادبي ادب هايبو عارفين عندهم حاجة اسمها اللي هو مسرحية كيلوباتر هو ده الشعر التمثيل المسرح هتلاقي عندك في الكتاب ممكن تبص عليه بس لو انت علمي لكن هو مش مقرر عليه مقرر على الأدب بس فبقول لي فنظم الشعر في المناسبات الوطنية والسياسية والاجتماعية فبقى جماعة الأغراض اللي استحدثوها الشعر الوطني الشعر الاجتماعي الشعر التمثيلي المسرح وده بيجي كتير في الامتحانات وبرضه يجي لك سؤال يجي يقول لك طب على ما اعتمدوا في نظمهم الشعر يعني ايه برضو الطريقة او اعتمدهم في نظم الشعر والاعتمدوا على الأسلوب الخطابي الذي يلائم المحافر ازاي يعني كان فيه كده بيتجمعوا مع بعض بقولوا عليه محفل يعني الناس يعودوا وواحد يطلع يقول شعر هم بقى كانوا يقول الشعر بطريقة او بأسلوب خطابي وكان شعرهم في مجملة هادفا تاني حاجة جادا في معناه بفوش هزار تالت حاجة تنتشر الحكمة والموعظة بين ثناياه تعالوا بقى نتكلم عن يعتبر اهم عنصر معانا في درس النهاردة اللي هي المآخذ على مدرسة المحافظين يعني ايه العيوب اللي الناس اللي الشعراء التانيين خدوها على مدرسة المحافظين وسؤالها جيلك كالآتي ده برضو بيجي في الامتحانات ما اهم المآخذ التي اخذت على مدرسة المحافظين طب مين بقى ومن الذين انتقدوا منهجهم الشعري مين اكتر مدرسة ومين اكتر شعراء بدأوا انهم يهجموهم ويطلعوا عيوب في نهج شعراء مدرسة المحافظين تعالوا الاول نعرف ايه هي المآخذ او العيوب اللي الناس اخدوها على مدرسة المحافظين اول حاجة اهتمامهم بالصياغة البيانية والافراط فيها دون عناية بالمضمون ازاي يعني الكلام ده يعني صياغة بيانية عارفين يا جماعة المجاز المرسل عارفين الاستعارة عارفين الكناية اه اكيد عارفين الكلام ده هم بقى بدأوا يهتموا بالمجاز المرسل وبالاستعارة وبالكناية اكتر من اهتمامهم بالمضمون نفسه وده يعتبر عيب من عيوب الشعر ما ينفعش ان انا افضل اهتم بالمحسنات دي اقعد بقى اجيب استعارة وابدأ واقعد اجيب برضو كناية وانا المضمون بتاعي ضعيف فده كان اول مأخذ اول مأخذ عليه تاني حاجة قلة الاهتمام بالمضمون نفس الكرام ولكن في زيادة وقلة الاهتمام بصدق التجربة وانهم لم يهتموا بالتعبير عن تجاربهم النفسية ازاي يعني يعني تلاقي مثلا الراجل بيتخيل او بيالف قصيدة عن جو نفسه معين هو نفسه مش عايشه يعني هو بيعد يتكلم عن حاجة معينة هو مش عايش زي مثلا الايام دي مثلا المغنين بتاعوا الايام دي تلاقي مثلا واحد فيهم هو اساسا فاشل فعاته الزوجية وامطلق ست سبع مرات قبل كده وتلاقيه بيطلع بيغنيلك اغنية عن الحب طب ما انت اساسا فشال ما انت اساسا مش عارف تتجوز طلع تغنين عن الحب اه ما هو بقى بيأكل بعيش هم بقى يعتبر زيهم كده هم مثلا ما كنوش بعيشه جو نفسه معين وروحه قيلين في قصيدة لا انت عيش للجو النفسي علشان تطلع الكلمات فعلا يعني ايه الناس اللي قدامك يحسوا بيها وبعدها قلة الاهتمام بصدق الايه تجربة وانهم لم يهتموا بالتعبير عن تجاربهم النفسية ثالث حاجة واللي لا تكشف اشعارهم عن شخصية الشاعر وطبعه ونظرتي الى الحياة والكون طبعا ما احنا لسه قيدين هو اساسا ما بيتكلمش عن تجربة هو عيشها فاكيد مش هتقدر ان انت توصل لشخصيته ولا تقدر توصل لطبعه ولا ايه طبيعة نظرته للحياة لانه هو يعتبر بيتصنع بيتكلم عن حاجة هو مش عيشه بقى السؤال بقى بيجي يقولك طب ومن الذين انتقدوا منهجهم الشعري مين اكتر ناس قعدوا بقى يعيبوا فيهم الذين انتقدوا منهجهم الشعري كان رواد مدرسة الديوان وان شاء الله في فيديو خاص هنتكلم بالتفصيل عن مدرسة الديوان وطبعا اشهر واحد في مدرسة الديوان اللي هو عباس العقاد واللي اكبر المنتقدين لهذا النهج الشعري وافرد عباس العقاد في كتابه الديوان في الادب والنقل عباس العقاد كان ليه اسمه كتاب اسمه الديوان في الادب والنقل راح بقى قعد لهم كده قعد لمدرسة المحافظين عمل لهم كده كم صفحة بينتقد فيهم الشعر بتاعهم بس اهو افرد لهم مساحات كبيرة لانتقادات لاذعة يعني بيعود بقى يتكلم عن اجزاء وكان بيعود يعيف فيهم كتير قوي لاشعار احمد شوقي ولكن في الاول وفي الاخر هو احمد شوقي امير الشعراء عباس العقاد يتكلم عنه عباس العقاد مش عجبه هو كده كده احمد شوقي هو امير الشعراء وبكده الحمد لله نكون خلصنا اخر سؤال معانا واشهر سؤال معانا في المدرسة دي اللي هو مآخذ على مدرسة المحافظين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة